اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين علي أفضل الصلاة وأسكى السلام إن شاء الله النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا هتنفع معاك بقى في العزومات في رمضان في مناسبة حلوة يوم الجمعة حاجة كده لذيذة وشهية جدا إن شاء الله هنعمل النهاردة الكبسة السعودي الأصلية بخبرة سنين طبعا هنعملها بالفريخ حاجة كده ما شاء الله طحفة هنبدأ مع بعض أول حاجة هنجيب معانا حلة كده ونحط فيها شوية حلوين من الزيت هننزل فيها أورنفل وورق لوري وقرفة خشب وحبهين أهم حاجة يكون الزيت تأدح معانا كده شوية عشان الروايح الحلوة تطلع بعد كده هنضيف التوابل بتاعتنا هنحط برضو قرفة مطحونة وفلفل أصمر وكمون وكسبرة نشفة وبعد كده هنحط شوية الجنزبيل بالشكل ده أي توابل حابة تحطيها هتنفع معاك معانا بصلة كبيرة مبشورة ومعلقة من التوم المهروس نزلنا بيهم كده على التوابل بعد ما راحتها طلعت كده وتشم الريحة الحلوة شوحنا كده البصلية في التوابل ومعلقة التوم المهروس بالشكل ده أول ما تشم الريحة الحلوة طلعت معاك معانا بقى كم طماطمية كده بشرينهم بالمبشرة لكن مش عاملينهم في الخلط ولا حاجة احنا مش عايزين عصير طماطم لأ احنا عايزينها كده يبقى فيها اللحم بتاعها فبشرناهم بالمبشرة قلبناهم تقليبة حلوة كده مع التوابل والبصل والتوم بالشكل ده نزلنا بقى بمعلقتين كبار من الصالصة اللي هو معجون الطماطم هياخدوا تقليبة حلوة كده اول ما نحس ان هم كده غالوا معانا وتسبقوا شوية معانا بقى الفراخ بتاعتنا زي ما انت عايزة بقى عايزة فرخة كاملة عايزة فرختين تلاتة لو في عزومة ولا حاجة عايزة تعملها بالوراك تنفع برضو بالشكل ده غسلنا طبعا الفرخة بتاعتنا غسلة حلوة جدا بالملح وبالدقيق ونقعناها كده في مية ولمون بالشكل ده تبتدي بقى تشوحيها في الصوس الخطير بتاعنا ده كده تقليبها يمين وشمال شوية بحيث تاخد ايه بقى من طعم التوابل والريحة الجميلة دي بالشكل ده كده تغمزيها كده في كل الصوس اللي احنا عاملينه بالشكل ده بحيث تطعم وتاخد بقى من الرواه الحلوة كل شوية كده تقليبها مرتين تلاتة مرة على الوش ده ومرة على الوش التاني بحيث تتشوح معانا كده وتبقى جميلة وتشرب المية بتاعتها وتاخد من طعم التوابل الخطيرة الخطيرة بتاعتنا بالشكل ده جربي كده وشمي بقى ريحة الكابسة وتعمال جنان حاجة كده ما شاء الله وتحفة اهو عملناها بالشكل ده كده بصوا بقى تسبكت معانا والزيت ظهر على الوش يبقى هي كده تمام معانا مية مغلية هننزل بيها لحد من نغطي سطح الفراخ كله بالشكل ده كده هي كده بقى جاهزة معانا ان هي تستوي فاضل اي بقى ما حطناهوش حاجة مهمة جدا في الكابسة وبتخلي طعمها تحفة هنضيف معلقة كبيرة من السكر ودي بتضاف عليها بتدي طعم الكابسة والرز بتخلي طعمه تحفة طبعا احنا لحد الوقت ما حطناش ملح هنبتدي بقى اضيف الملح حسب ما انت عايزة وحسب الرغبة قلبناها كده تقليبة حلوة وهنسيبها ايه لحد ما تغلي معانا اهو بالشكل ده كده هنغطي عليها بقى ولما تغلي شوية هنرجع نشوفها مع بعض بصوا بالمنظر ده كده ما شاء الله تحفة تقدر بقى تعملي الكمية اللي انت عايزاها سواء عندك عزومة او انت عاملها في البيت عندك براحتك خالص اهي ابتدت بقى تستوي معانا خلاص طبعا احنا عاملين فرخة كاملة فطبعا الوراك بتستوي قبل الصدور فبتطلعي كده الوراك اول ما تحس ان هي استوت بتطلعيها في طبق لوحدها وبتسيب الفراغ بتاعتك بتقليبها كده على الناحية اللي فيها اللح وتزهر العظم من فوق تغطي عليها وتسيبيها شوية لحد ايه ما تستوي خلاص استوت معانا بالمنظر الجميل ده هنبتدي نطلعها من الصوص ده هنحطها في الطبق مع الوراك وبكده معانا بقى ايه احلى صوص خطير تعملي بيه الكابسة طبعا معاك الرز حسب الكمال اللي انت عايزاه الرز البسماتي كل كباية رز بتاخد كباية ونص من الماي بصوا بقى الطبق اللي احنا جبناها ده بنشيل كده مش بنشيل من الشربة كلها لا بنشيل من وش الشربة اللي هي الطبقة اللي فيها الزيت اهو بالشكل ده كده بتلم الطبقة اللي فوق كلها بتلميها عندك في طبق كده وهوريكو هنعمل بيها ايه غسلنا كده احنا عاملين نهاردة كده حوالي كيلو لربع من الرز غسلناه غسلة حلوة وصفناه ونزلنا به في الشربة بتاعتنا والسوس ايه الخطير اللي احنا عملناه بالشكل ده بحيث المياه تبقى مغطية كويس جدا عشان ده طبعا رز بسمتي مش رز مصر بالشكل ده بتزبطي طبعا ملحك ولو نقص حاجة من التوابل وكله تمام خلاص بنسيبها تغلي وبعد كده بنهدي عليها النار جبنا بقى هنا صنية حطنا عليها شبكة عشان ايه الفراخ ما تلزقش مننا وجبنا كمان كم ارني فلفل شقناهم كده شقة بسيطة بالسكينة وكم طمط ماي خرطناهم بالطول وحطي بقى في الصنية بتاعتك احلى فراخ واحلى خضار مشوي ما شاء الله بيخلي شكل السيرفيز بتاعك تحفة بصوا بقى الصوس اللي كنا شلناه مع بعض اللي هو وش الشربة بتاعتنا اللي هو ايه الطبقة اللي بتبقى كلها زيت هنتبل بيها بقى كده الطماطم والفلفل بتاعنا وترشي كده على وش الفراخ من فوق هتحمر بقى وتطلع حيقة معايك ومزبوطة ومشاء الله تحفة يعني حاجة معايك طعم وريحة حاجة كده من الاخر اهو بالشكل ده نزلنا الطبق كله والسوس بالشكل ده هتلاقي الطماطم تحييقت معايك والفلفل وبقت الفراخ معايك ما شاء الله روعة مولعين الفرن طبعا هندخلها وفي اخر دقيقة هنولع الشواي هنعمل بقى صلطة الدقوس طبعا بتتقدم مع الكابسة معاينا طماطم بشرينها بالمبشرة برضو وفلفل مفروم ناعم تقدر تدي في فلفل حرق لو انت حبه حطينا معلقة من الطم وعصير لامونة وهنحط طبعا مقدار كده من الملح حسب زوئك وهنحط شوية كزبرة ناشف بكده هتبقى صلطة الدقوس معايك جاهزة هتقدميها مع احلى طبق ما شاء الله وبقى الفهنة وشفة سهلة وبسيطة وجميلة ولزيزة جدا بص الرز كمان ما شاء الله قلبناه خلاصوا مهدين علي النور استهوا بقى زي الفل حاجة كده تحفة والروايح بقى ايه مش قادرة اقولك جبنا طبعا سيرفيز كبير ده بقى السيرفيز ده اللي بنقدم فيه الكابسة على طول حلو كده ما شاء الله بيشيل كمية كبيرة اغرفنا الرز بقى بتاعنا اهو بالشكل ده هتعملي بقى السيرفيز بتاعك كده بيبقى جميل ما شاء الله الروايح مش قادرة اقولكو حاجة تفتح النفس ما شاء الله خطير دي بقى الطريقة الاصلية للكابسة لو حابة تجربيها بالطريقة دي ما شاء الله جميلة جدا ما شاء الله هتجربيها وتعتمديها مش هتعمليها الا بالطريقة دي بصوا كمان الفراغ طلعت تحفة تقدر تقدميها كده وتقدر طبعا احنا هنعملها ايه طريقة الكابسة الاصلية هنحط الفراغ فوق الرز بتاعنا اهو بالشكل الجميل ده طبعا مع صلطة الدقوس سواء عايزها بردة او حرة زي ما انت عايزة انت ورغبتك هنبتدي بقى نحط الفراغ في السيرفيز بتاعنا بتبقى جميلة جدا ما شاء الله يعني الفراغ لوحدها تحفة طعمها حلوة جدا شربة من السوس مستوية جدا وبعدين شوينها كمان في الفرن مش هتاخد منك عشر دقيق بتدخليها الاول من تحت على النار الشوية اللي من تحت وفي اخر دقيقة عشان تاخد وش بتولعي الشوية اللي من فوق عشر دقيق بالزبط عبل ما تغرفش الرز بتاعك هيكون معاك احلى فراغ جاهزة عالتقديم بصوا بقى وزعنا الفلفل كده والطماطم مع الفراغ ما شاء الله بقى معاكي سيرفيز بقى كده حاجة كده تشرف حاجة من الاخر معانا كمان شوية زبيب وشوية فول سوداني تقدر لو عندك مكسرات برضو تضيف منه احنا حطينا المتوفر اللي هو الزبيب والفول السوداني نقعنا الزبيب شوية وبعدين صفنا من المياه وحمرناه هو والفول السودان بالشكل ده معاكي احلى كابسة ما شاء الله تحفى حاجة كده ان شاء الله تقومي تجربيها وتعجبك ويلا بقى لسه محطتيش اللايك لحد الوقت نزلي يلا عملي اللايك بقى الكركة دي وتمرهندي وما تنسيش سابس كرايب وان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوه اشتركوا في القناة